اعلنت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية عن اطلاق مسح يعنى باحتساب مؤشرات التعليم في مملكة البحرين ويقيس المؤشرات القرائية لعينة المسح وفقاً للمعايير الدولية الموضوعة لاحتساب هذا المؤشر نعم هيئة المعلومات ستنفذ المسح على مدى أسبوعين بالتعاون مع مركز اتصال خدمة الحكومية صلة الخليج واهدفوا المسح إلى مواصلة تكريس جهود مملكة البحرين في تعزيز مكانتها الدولية في استفاء المؤشرات الإحصائية في المجالات كافة وخاصة المتصلة بمجال تطوير الرأس المال البشري والمرتكز على التعليم والتعلم كما ستسهم مخرجاته في تعزيز ترتيب البحرين في مؤشر رأس المال البشري في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية لعام 2024 وبينت هيئة المعلومات أن مشروع المسح روعي فيه شمليته لمعايير منظمة اليونسكو المعنية بمؤشرات التعليم الدولية وسيتم إجراؤها على عينة عشوائية من المواطنين والمقيمين قوامها عشرة ألاف شخص ممن تجاوزت أعمارهم خمسة عشرة سنة مشيرة إلى أن عملية المسح تتم بالسرية والخصوصية وسيتم تحليل البيانات ووضع المؤشرات المتعلقة بالمسح لخدمة أهدافه دون نشر بيانات المبحثين متطلعة لتعاون الأفراد من مواطنين ومقيمين خلال فترة المسح